اشتراكك في القناة وتفعيل الجرس والتفاعول سوف يجعلنا نوصل إلى 100 ألف فرد في هذه العائلة بحلول سنة 2023 خيار بيني ذيك نضم الحملتنا توصيل القناة إلى 100 ألف اشتراك رؤوف خليفة يؤكد أن الحضود لفريق الويداد الرياضي هي الأقوى للفوز باللقب رجح المعلق التونسي بقنوات بين سبورتس رؤوف خليفة كفة فريق الويداد الرياضي في نهاية دور الأبطال أمام الأهلي مؤكدا أن المواجهة ستحسم بركلات الترجيحية لقوة مستوى الطرفين وقال خليفة في تصريحات لجريدة الأسبوع المصرية موقعة ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء بين الويدادي والأهلي في نهاية دور أبطال إفريقيا ستكون صعبة بين الفريقين ولن تحسم إلا بركلات الترجيحية النهائي سيكون صعب على كل الطرفين سواء من الناحية البدنية أو الفنية والفريقان يمتلكان عناصر مميزة في كل الخطوط ستزيد من صعوبة المباراة ووصل الويداد ستكون حضوضها أقوى لتتويج بالبطولة خصوصا أن المباراة ستكون على أرضه ووسط جمهوره واختتم رؤوف بالقول أتوقع أن المباراة ستنتهي بالركلات الترجيحية ولن تحسم في الوقت الأصلي نظرا لقوة الفريقين ويصطدم الويداد بالأهلي يوم الاثنين القادم انطلاقا في الساعة الثامنة مساءا بتوقيت جرينيتش بلاس وان على أرضية الملعب الرياضي محمد الخامس في الدار البيضاء في المواجهة التي سيقودها الحاكم الجنوب إفريقي فيكتور غوميز نهاية الفيديو دمتم في أمان الله وحفظه وإلى اللقاء